وإلى الفقرة التثقيفية تهتم الكثير من الدول في العمل المهني وجعله جزء ناصيلا من خططها وستراتيجياتها وحلقة مهمة في اقتصادها ومواردها وفتح مجالات كثيرة للعمل أمام الشباب وذلك للقضاء على البطالة نتحدث أكثر عن همية العمل المهني والتقني ودوره في التنمية فيضمنا أستاذ علم الاجتماع الدكتور محمد الدقس صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور بداية الكثير من المؤسسات سواء مؤسسات المجتمع المحلي سواء كانت حكومية أم خاصة تهتم بموضوع العمل التقني والمهني أين تكمن برأيك أهمية العمل المهني؟ بطبيعة الحال كما تعلمون التنمية بحاجة إلى عمل فكري وعمل عضلي فالعمل المهني هو جزء لا يتجزأ من إحداث التنمية المنشودة للمجتمع الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى تقدم المجتمع طبعا هذا العمل المهني يستمد من مراكز التكوين المهني في الأساس بمعنى أن الشباب يذهبون إلى تلك المراكز ويتكونون في مهن مختلفة يحتاجها المجتمع في مسيرته التنموية فهذا بطبيعة الحال يعود النفع على الشباب أنفسهم وعلى المجتمع بوجه عام ونحن في الأردن حينما نتأمل اليد العاملة أو العمالة الوافدة في الأردن فنحن نلاحظ بأنها تشكل نسبة 90% من العمالة الوافدة في المهن كالأساتذة والأطباء والمهندسين إلى غير ذلك فنحن في الأردن كما تعلم نحن بحاجة إلى عمال مهنيين لإحداث هذه التنمية وكما قلت لك يعني عندنا في الأردن لا يقل عن بدون مبالغة مليون عام الوافد يعملون في مهن مختلفة في حين لا يتجاوز المئات وافدين في الطب والهندسة وإلى غير ذلك من المهن هذا يعني بأن البلد بحاجة إلى أيدي عاملة مدربة مهنية وهذا كما قلت في بداية حديثي يعتمد على المراكز التنمو المهنية أو التكوين المهني المعروف لدينا وهو منتشر والحمد لله في كل محافظات المملكة هناك مراكز طيب دكتور الفرق واسع وشاسع بين نسبة العمالة الوافدة لدينا وعدد العمال من الوطن نتحدث بداية عن الأسباب وأولي الأسباب ستكون النظرة الاجتماعية دائما للعامل أو للعمل المهني ودائما يعتبر أنه لا ملاذ له أو لا خيار له أو أنه لم ينجح في الجانب الأكاديمي يعني كيف معالجت هذه النظرة والأسباب التي أدت إلى بزوغ هذه النظرة المجتمعية شكرا طبعا أنا بحكم كأستاذ علم الاجتماع ومعايش لمثل هكذا القضايا فيلاحظ بأن ليس هناك من إقبال على المراكز المهنية أو مراكز التكوين المهني من قبل الشباب وكما تعلم من الصف العاشر يذهبون إلى هذه المراكز ولكن يذهبون مكرهين وبعد فترة يصبح هناك تسرب من تلك المراكز بمعنى آخر هناك مشكلة ما في الموضوع في نظري يعني السبب في ذلك يعود إلى جملة من الأسباب أهمها عندنا ثقافة المجتمع أو ما تعرف بثقافة العيب هذه طبعا كل إنسان يريد أن يكون في مكان أعلى في مكان كذا إلى آخره فينظر إلى المهن الأخرى العملية أو اليدوية هي مهن دونية بطبيعة الحال هذه النظرة كما تعلمون هي خاطئة جدا وفي أوروبا وفي أمريكا وفي البلدان المتقدمة هذه الأعمال هي تدر ربح أكثر من الأعمال الفكرية كالأساتي والأطباء وآخرين لكن إذن عندنا في البداية خطأ في التقييم وفي فهم مردود العمل في النقطة الأولى النقطة الثانية في تصوري أن هناك ربما أيضا مشكلة أخرى في نفس التكوين المهني بمعنى أن المدربين لهؤلاء الطلاب في من وجهة نظري بحاجة إلى دورات تثقيفية كيفية التعامل مع هؤلاء الطلبة الوافدين إلى هذه المهن وكيفية التعامل معهم ثم التوعية مثلا من خلال وسائل النشر الإذاعة التلفزيون الصحافة إلى غير ذلك من حيث التوعية بالعمل المهني وأهميته في الحياة كيف ممكن نحث وسائل الإعلام اليوم على توعية الشباب اليوم الشباب الأردني على الإقبال على العمل المهني وأيضا دور المؤسسات الحكومية في ترغيب الشباب الأردني أيضا بطبيعة الحال في تصوري يعني يجب معالجة مشكلة الأجور يعني مدام تكلمت بصفة مؤسسات رسمية إذن يجب أن تكون الأجور إلى حد ما مرتفعة تتناسب وهذا العمل بطبيعة الحال عندنا مثلا أعطيك مثال خادم الوطن نعم اللي يسميه عامل الوطن عامل الوطن لما كان راتبه في فترة معينة في حدود 150 دينار لم يكن الإقبال شديد بينما الآن لما تجاوز 200 و 300 فأصبح فيه هناك إقبال إذن فيه مشكلة تحل بطبيعة الحال عن طريق رفع الأجور لهؤلاء الناس النقطة الثانية أيضا بدك تخليه يعتز بعمله بمعنى آخر يجب أن يحترم ذلك الشخص المهني من قبل أفراد المجتمع الآخرين ويعطوا له الأهمية حتى يعطوا ثقة في النفس ويتقدم ويقبل على عمله بمواظبة وبإنتاجية عالية في نهاية الأمر تسويق المنتج من قبل الجهات الحكومية ألا يجب على الجهات الحكومية أن تعمل مثلا على شراء المنتج وتسويقه لدعم العمل التقني والمهني؟ أحسنت هذه نقطة مهمة جدا يعني لابد أن الدولة تساهم أو الحكومة تساهم كما تفضلت في تسويق المنتج الحرفي لهؤلاء الناس وهذا بطبيعة الآحال يعود في رفع الأجور وفي تحسين مستوى المعيشة ومن ثم يصبح الإقبال على تلك المهن في نهاية الأمر نهضت المجتمعات يعني نلحظ المجتمع الأوروبي أو المجتمع الأمريكي أو دول شرق آسيا اليوم مجتمعات متقدمة كانت بفضل العمالة التقنية والمهنية ولم تكن بفضل العمالة الأكاديمية أو عفوا الجانب الأكاديمي بالتأكيد هذا أنا متفق معك في عملية التنمية نحن بحاجة إلى هكذا أعمال وبشكل كبير وبشكل واسع ودول شرق آسيا كما تعلم هي تقدمت من خلال العمل المهني فنحن في الأردن يعني لا خلاصة لنا إلا بتعزيز هذا العمل وتقويته والاهتمام به ومن هذا المنبر أدعو إلى تكوين وزارة تعرف باسم وزارة التكوين المهني على غرار الدول المتقدمة مثل فرنسا وحتى بعض الدول العربية كالجزائر هناك وزارة اسمها وزارة التكوين المهني لماذا؟ لأهمية هؤلاء الفئة من المجتمع في عملية التنمية نعم بدي أشكرك دكتور محمد الدقس وصد علم الاجتماع اشتركوا في القناة